أنا جرير دبابني مضيفكم لليوم قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ إن الهجوم الحوثي على مأرب هو أكبر تهديد فردي لجهود السلام أضاف ليندر كينغ في كلمة له أثناء جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن واشنطن سترحب بدور إيراني بناء في إنهاء الحرب في اليمن أكد المبعوث الأمريكي أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية تتم بدعم عسكري من طهران مطالباً المجتمع الدولي بالتعاون لوقف شحن أسلحة أو أسلحة إيران إلى الحوثيين ألقت الحرب الدائرة في اليمن والتي دخلت عامها السابع بظلال ثقيلة على اليمنيين ولسيماً الأطفال منهم تشير الأرقام الأممية الجديدة إلى وجود ارتفاع في معدلات سوء التغذية الحاد بمقدار 16% و 22% على التوالي بين الأطفال تحت سن الخامسة طبعاً وهذا التغير جاء ارتفاعاً عن عام 2020 يأتي نحو طبعاً في خلال هذه الحاجة يحتاج نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج يحتاجون طبعاً وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي يحتاجون إلى مساعدة مساة الآن تشير الأرقام إلى أن مستوى الجوع الحالي في اليمن غير مسبوق ويسبب معاناة شديدة لملايين الناس وعلى الرغم من المساعدات الإنسانية يعاني 16 مليون وأكثر لربما يمني من انعدام الأمن الغذائي يعد معدل سوء التغذية لدى الأطفال من أعلى المعدلات في العالم ويستمر الوضع الغذائي في التدهور هناك يفتقر ما يقرب أكثر أو ما يقارب من 17.8 مليون شخص في اليمن إلى سبل الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدماته صرف صحي ملائمة نظراً لما أوقعه النزاع من أضرار فادحة بالبنية الأساسية للبلاد هناك تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة يبلغ أكثر من مليوني الطفل وأن ما يزيد على ألفي مدرسة تضررت أو دمرت بسبب الحرب ما يجعل من الصعوبة بمكان حصول الكثير من الأطفال على التعليم الحرب تسببت بمقتل ما يقدر بنحو 233 ألف شخص بينهم 131 ألف لأسباب غير مباشرة مثل نقص الغذائي والخدمات الصحية والبنية التحتية ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب جيرلد فرستين السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن والنائب الرئيس الحالي في معحد الشرق الأوسط في واشنطن مرحباً بك سيد جيرلد شكراً جزيلاً لك لتلبية الدعوة أستمع منك إلى تقييم سريع اليوم بطريقة تعاطي الولايات المتحدة مع الملف اليمني هل تبذل الجهود الكافية اليوم لتغيير الصورة في اليمن؟ أعتقد أن الموقف معقد جداً إدارة بايدن بالطبع تبنت استراتيجية جديدة منذ وصولها إلى الحكم في يناير في محاولة منها لتسريع الحلول الدبلوماسية للنزاع وتيم ليندر كينغ يقود هذا الجهد بالطبع بالأصالة عن الإدارة ومن المبكر أن نعرف كيف ستجري الأمور ولكن هذه علامة مهمة وإيجابية أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب الآن مع الأمم المتحدة وعضاء آخرين في المجتمع الدولي في محاولة للعثور على حل دبلوماسي للنزاع كيف سيتعطى مجلس الشيوخ؟ ماذا نتوقع من تشريعات؟ ما الذي يود أن يغيره مجلس الشيوخ؟ هل هناك جدل أو سجال اليوم تجاه ما تقوم به الولايات المتحدة أو تجاه القضية اليمنية؟ أعتقد وبشكل عام أنه في الكونغرس هناك قبول لإستراتيجية إدارة بايدن وأعتقد أن الكثير من الأعضاء الذين كانوا قلقين في السابق بشأن الموقف الأمريكي من الحرب هؤلاء يرحبون الآن بالتغير في الاتجاه من جانب إدارة بايدن وأعتقد أنه لا يزال هناك إحساس في الكونغرس الأمريكي بأن الإدارة يجب أن تفعل المزيد في محاولة للتطرق إلى الواقع الإنساني داخل اليمن وربما عمل المزيد لتشجيع السعوديين وشركائهم في التحالف للمساعدة على تعزيز الإغاثة الإنسانية هذا موضوع معقد وربما الموضوع ليس مباشر كما يعتقد بعض الأعضاء تغيرت الإدارة الأمريكية ولربما تغيرت الكثير من وجهات النظر والقرارات التي تصدر فيما يتعلق بالقضية اليمنية بالأزمة باليمن والحرب باليمن أين ترى الإدارة الجديدة تحديداً المشكلة ما هي طبيعة وضوح موقف الإدارة الأمريكية اليوم هل ترى أن تعنط الحوثيين هو على رأس أولويات لربما التحديات أمامها هل ترى أن إيران هو على رأس أولويات التحديات اليوم بالتعاطي مع اليمن أم القضية الإنسانية بداية ثم تأتي تباعا ما ذكرت أعتقد أن الإدارة وأستطيع القول أن تيم ليندر كينغ كدبلوماسي مخضرم يعمل على هذه القضايا لسنين عديدة لديه فهم واضح لطبيعة النزاع في اليمن وأيضا للعناصر التي نحتاجها من أجل حل الأزمة بصورة أساسية ويفهم أن هذا نزاع مدني أو هو حرب أهلية أو حرب بين فصائل يمنية مختلفة الحثيون والحكومة وفصائل أخرى ومن أجل إنهاء القتال علينا التطرق للوضع الداخلي داخل اليمن هنا يكمن الحل وأعتقد أن الإدارة تفهم أيضا وقد رأينا من تصريحات الرئيس بايدن السابقة رأينا أن من المهم بالنسبة للقوى الإقليمية خاصة السعودية وإيران أن تتراجع إلى الوراء وأن تساعد على العثور على حل دبلوماسي للنزاع بدلا من الاستمرار في المساهمة في ديمومة أو إدامة الحل الرئيس قال نحن سننسحب أو نسحب مساعداتنا للتحالف بقيادة السعودية والسعوديون بالطبع أعقبوا ذلك بتقديم مبادرة سلام خاصة بهم في محاولة لحل النزاع الآن هناك تركيز مشروع على إيران وما إذا كانت إيران مستعدة أن تكون لاعبا بناءا لإنهاء هذا النزاع أو أنها ستحاول استعمال النزاع من أجل تعزيز أهدافها الإقليمية الاستراتيجية التصريحات الأمريكية الأخيرة وتحديدا المتعلقة بالحوثيين بأنهم يطلون أمد الأزمة ومن الواضح بأنها تصريحات تصعيدية تجاه الحوثيين وبارتباطهم بإيران لماذا إذن الإدارة الأمريكية الجديدة أخذت موقفا مغايرا باتجاه أقصى المغايرة عن القرار السابق بعدم إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب ألم أو إزالتهم من إدراجهم على لائحة الإرهاب الأمريكية هل إزالتهم كانت خطأا وهل كان يجب إزالتهم والتعاطي معهم بتشدد أكثر أم لا هذا سؤال جيد وعلي أن أقول أنني كنت من جملة عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين الذين عملوا على اليمن في السابق والذين عبروا عن قلقهم بشأن قرار إدارة ترامب في الأيام الأخيرة من الإدارة لفرض هذا التصنيف على الحوثيين واعتقدنا أن هذا كان خطأا ليس لأننا نتعاطف مع الحوثيين وإنما لأننا نعتقد أن القرار سيجعل الموقف بالنسبة لأغلبية المدنيين اليمنيين الأبرياء الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين سيجعل القرار موقفهم أكثر صعوبة ويجعل فرص توصيل لغاثة الإنسانية لهؤلاء أكثر تعقيدا وبالتالي اعتقدنا أن القرار كان خاطئا أن القرار الذي فرضته وتصنيف الذي فرضته إدارة بايدن واعتقدنا أن إدارة بايدن كانت صائبة في إزالة هذا التصنيف نعم هناك قلق أن لا يفهم الحوثيين قرار إدارة بايدن وبالتالي أن هذا لا يكون خطوة للتطرق إلى الواقع الإنساني وفي اليمن والاعتقاد أن القرار كان نتيجة ضعف الإدارة وهذا يوسف له جيرالد فرستين استفهيل الأمريكي الأسبق لدى اليمن ونائب رئيس الحالي في محل الشرق الأوسط في واشنطن أشكرك جزيلا لهذه المشاركة على الميدان في اليمن يكثف الحوثيون من هجماتهم للاستيلاء على مدينة مأرب الاستراتيجية الغنية بالنفط شمال البلاد ووفق مراقبين يمكن أن تؤدي المعارك التي تدور حول المدينة آخر معقد للحكومة التي تدعمها السعودية إلى تغيير كبير في مسار النزاع الذي دخل عامه السابع ستشكل خسارة مأرب إن حصلت ضربة قوية للحكومة وتعزز موقف الحوثيين المتحالفين مع إيران في أي مفاوضات مستقبلية وقد تدفعهم إلى محاولة التقدم جنوبا على أشدها لا تزال المعارك الدائرة بين الكوات الموالية للحكومة اليمنية وبين الحوثيين حول مأرب آخر معقل للكوات الموالية للرئيس هادي في شمال البلاد هذه المعارك تسببت وفق مصادر محلية في مقتل المئات من المقاتلين منذ بدء الهجوم واسع النطاق الذي شنه الحوثيون في فبراير من العام الماضي في وقت يشير مسؤولون في الكوات الموالية للحكومة إلى أن الحوثيين يرسلون دفعات متتالية من مقاتليهم نحو مأرب في استراتيجية تهدف إلى إرهاق خصمهم واستنفاذ ذخيرتها وعلى الجانب الآخر استجابت قبائل مأرب للدعوات المحلية لإرسال مقاتلين لتعزيز الخطوط الأمامية في المدينة إلى جانب القوات الموالية للحكومة وكان التصعيد في الأعمال الحربية تسبب في نزوح نحو 14 ألف شخص إلى مدينة مأرب هذا العام وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما وضع ضغطا شديدا على المدينة في خضم موجة ثانية من فيروس كورونا وفيما تعاني المخيمات من نقص المياه النظيفة والكهرباء تتزايد الأعداد في بعضها بينما تتعرض بشكل متكرر للقصف ووفق مراقبين فإن خسارة مأرب إن حصلت ستشكل ضربة قوية للحكومة اليمنية وتعزز موقف الحوثيين في أي مفاوضات مستقبلية وقد تدفعهم إلى محاولة التقدم جنوبا نستكفل من الحوار مع ضيفنا جيرالد فورستين السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن ونائب الرئيس الحالي في معحد الشرق الأوسط في واشنطن في قضية مأرب ما هي أوراق الولايات المتحدة للوقف الفوري هناك كون أن ما يجري في مأرب هي لربما فاصلة جدا هذه المنطقة مأرب مهمة للغاية والوضع الإنساني صعب وهو أولوية للولايات المتحدة ما هي أوراقها وهل هذه الأوراق ستضعها على الطاولة مع إيران هذا سؤال جيد ما يحدث في مأرب مهم جدا من ناحية التحرك إلى الأمام خاصة أن هذه ستكون فرصة للوصول إلى حل سياسي إلى وقف لإطلاق النار ومهم جدا أن الأمم المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة وآخرين أن يضغطوا على الحثيين لإنهاء هذا العدوان في مأرب لا يوجد سبب له لا يوجد عذر له في هذا الوقت وبالتالي من الصعب أن نفهم لماذا إذا كانت هناك فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات لماذا الاستمرار في هذا الضغط سواء كان هذا جهدا من جانبهم لتحسين موقفهم التفاوض أو أنهم فعلا يعتقدون بأن هذا سيعطيهم فرصة لتحقيق نصر عسكري هذا غير واضح ولكن الهجوم في مأرب وضع أكثر من مليون مدني يمني حياة مليون أو أكثر في خطر وعلينا أن نضغط على الحثيين لإنهاء الهجوم كيف نحقق هذا؟ ما هي الفرص للضغط على الحثيين؟ هذا شيء إدارة بايدن مع الأمم المتحدة ومع شركائنا في المجتمع الدولي علينا أن نتطرق لهذا الموضوع ولكن هذا يضع الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات مع إيران سعادة السفير بموقف ضعيف هل من الممكن أن تتراجع الولايات المتحدة عن القرار الذي أصدرته لربما تخفيف أو وقف دعم السعودية عسكريا أو التحالف العربي بقيادة السعودية عسكريا كما تراجعت عن إدراج الحثيين عن لائحة الإرهاب تقول مبعوثة أو السفيرة ليندا تومس جرين في موثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تقول الحثيين غير ملتزمين بحل سلمي للصراع وتصرحات وزارة الخارجية الأمريكية تقول بأن الدبلوماسية هي الحل ورحبت بما قدمته السعودية من مبادرة سلام إذن ألا يجب على الولايات المتحدة أن تتراجع عن القرار المتعلق بالتسليح للسعودية والتحالف العربي؟ أعتقد أن الإدارة يجب أن تكون واضحة مع السعوديين أيضا ومع الحوثيين ومع الآخرين وأنها في الواقع تتخذ خطوات لمنع حدوث انتصار عسكري حوثي في مأرب ضروري جدا إذا أردنا العودة إلى طاولة المفاوضات ضروري أن النصر الحوثي في مأرب أن هذا النصر سيجعل إمكانيات الحل التفاوضي أكثر صعوبة وأعتقد وبالتأكيد رأينا أن السعوديين اتخذوا خطوات في محاولة لدعم قوات الحكومة في مأرب أو محافظة مأرب لصد هذا الهجوم وأعتقد أن الإدارة الأمريكية يجب أن تتعاطف مع الموقف السعودي وأيضا مع موقف حكومة هادي وهذا الشيء يجب أن نقوم به إذا أردنا إقناع الحوثيين وكما قلنا بأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب أشكرك مرة أخرى جارلد فورستين السفير الأمريكية الأسبق لدى اليمن ونائب الرئيس الحالي في محاولة الشرق العوسط في واشنطن أشكرك جزيلا